الحرب هاي مختلفة الاعتداء هذا مختلف اللي صار محدش كان متخيله ولا حدا كان متوقعه كمان بهالحجم احنا كفلسطينيين ما كناش عارفين فقلت المرة هاي لأ انا سهل اروح انا كرشيد واعمل فيلمي عندي ما يكفي من الخبرة من العلاقات من المساعدين انه انا اعمل فيلم بس قلت لأ التحدي انه اعطي الفرصة للناس اللي جوة اللي موجودين تحت الحرب يعني جزء كبير من اللي اشتغلوا بالافلام هاي هم عمليا لاجئين اتدمرت بيوتهم فقدوا اشخاص معظمهم عايش بخيم اليوم يعني كتير فيه اشياء ممكن تنحكى على كيف انتجت الافلام انا عندي افلام تصورت باضاءة الموبايلات كانوا يشحنوها من البطاريات احنا عملنا في منطقة عملنا في منطقة بسموها دير البلح عملنا هادا الطاقة الشمسية عشان تيجي كهرباء النا للمسافة الصفر للمشروع عشان يقدروا يشحنوا اللابتوب عشان يبعتوه يحملوا المواد يبعتوه لياها فما كناش معتمدين فقط على الكهرباء اللي اصلا مش موجودة هم مش فقط مخرجين ومبدعين وعندهم وجهة نظر في الاشياء انما هم في حد ذاتهم ضحايا وبيعانوا من ساعات وايام الرعب والضنك يعني هو المشروع تفرده في انه هو ده ما حصلش قبل كده هم الراوي وهم الحكاية بنفس الوقت يعني يعني باحد الافلام اللي عندي انه المخرج في فيلم عندي اسمه عذران غزة هو مخرج سينمائي عم بحاول يترجم الحالة في المنطقة اللي هو عنيشها عذران غزة عذران سينما عذران سينما عذران سينما اشكرك عالتصحية لانه انا غزة بالتأكيد يعني المخرج موجود في غزة في منطقة منعزلة لحتى الان هم داخل الحرب بس محاصرين هاي مناطق بالشمال بوصلهاش مفيش كهرباء طبعا بس بوصلهاش لا اسعاف ولا دفاع مدني ولا غداء هدول اللي بيرمولهم من الاكل بالبراشوت اه فعمليا انت بتحكي عن جائع هو بتحاول يطعم عيلته المخرج نفسه او يدور عخشب عشان يحرقوه بدل الطاقة او بدل الغاز اه فعشان هيك انا بقول انه هما الحدث وهما الراوي وهما الرواية هذا من فيلم عزران سينما اه 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 هو بيحكي بس مش بيحكي من منطقة انه جاي من بره بيوثق ده هو ومن هنا اجا المسافة صفر ها ها التسمية اجت المسافة صفر من علاقة الشخص بالحدث هو بيعمل فيلم من المسافة صفر مش عن بعض مش عن بعض لو انا رشيد مشراوي عمل فيلم كان ممكن يكون عن بعض بس هو بيعمل من المسافة صفر موسيقى ها 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 ايو اي ايو